اهلا بكم اليوم سيتكلم على جزيرة بارمودا اتابعة لبريطانيا بدون فيزا لكل العرب وصلتني عدة رسائل على حساب الانستغرام حول السفر الى جزيرة بارمودا وهناك من في هذه الرسائل قال انه سيسفر قريب فقلت لماذا لا اقوم باستكشاف هذه المدينة وهل فعلا تقبل العرب بدون فيزا او هذه كذبة من سنة المحتوى لجلب المشاهدات وكما تصورت يعني كل هذه الاخبار كذبة 100% وسنكتشف مع بعضنا كل شيء لكن قبل هذا الحقيقة استغربت لان الكثير من صناع المحتوى نزلوا هذا الخبر لم ينزل شخص او اثنين او ثلاثة اذا قمنا بالدخول لليوتيوب وكتبنا فقط جزيرة بارمودا سنجد كما تشاهدون الكثير من الفيديوهات حول الهجرة وبدون فيزا وكل هذا الكذب يا سانع المحتوى انت تقوم بعمل تقدم للمشاهد والابناء بلدك معلومات فلماذا تقدم لهم معلومات خاطئة رسالة لجميع الناس من الدول العربية انت تريد السفر لأي دولة ووجد فيديو يتحدث على البلد الذي انت تنوي السفر له لازم 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 تتأكد مساحة الخبر قبل فعل اي شيء لازم تتأكد قم بالدخول للموقع الرسمي ثبت في كل شيء ابحث عن وكالة الطيران شوف بنفسك كل شيء لان هناك الكثير من الناس يتحيلون تلقى ابن بلدك تقول اكيد سيساعدني وهو همه فقط جلب المشاهدات شاهد معي كم فيديو يتحدث علي هذه الجزيرة وكل هذه الفيديوهات اقسم بالله كذبة يعني شوف كم شخص صدق هذا الامر وكم شخص بدأ في تحذير الاوراق حسنا لن اطول عليكم لنكتشف مع بعضنا هذا الخبر كما تجاهدون امامكم هذا الموقع الرسمي لحكومة برمودا انا شفت اغلبية الفيديوهات الكل يقدم لك هذا الكلام والكل حافظ نفس الجملة منذ 2014 جزيرة برمودا اصبحت بدون فيزا لكل دول العالم يعني لن تكون مجبرا على السفر الى برمودا بالفيزا فقط تحصل على تأشيرة سائح ب40 دولار فقط كذلك يمكنك الحصول على باسبور من جزيرة برمودا وهذا الباسبور يعطيك فورا الجنسية البريطانية اذا اردت العمل او الدراسة في هذه الجزيرة فسيف لهاك سائح وعند الوصول يمكنك البحث عن عمل او التقديم على الدراسة اي شخص فيكم سيقول لي انا وجدت رابط الموقع وقمت بالدخول ووجدت انه هذا الكلام موجود كلامك صحيح هذا الكلام موجود على الموقع حسنا انا ساجيبك على كل هذا الكلام بالتفسير هم قالوا في الفيديوهات انك عند الوصول الى برمودا تستطيع تغيير تأشيرة السائح الى تأشيرة عمل وتعمل في اي مجال واعطوكم ايضا زوز حلول تستطيع ان تغيرها عن طريق الدخول للموقع الرسمي وتغيرها او تستطيع ان تبحث عن عمل بنفس حسنا سندخل لتسريح العمل في الموقع كما تشاهدون امامكم في اول الصفحة وبالبنت العريض اذا لم تكن كذلك فيجب عليك الحصول على تسريح عمل اسمه PRC للعمل في برمودا يجب ان تكون برمودين يعني مواطن اصلي او متزوج من برمودة او تحمل شهادة مقيم دائم سيري المفعول يعني انت اذا تريد العمل في برمودا يجب ان تكون تتوفر فيك شرط من هذه الشروط وهذا الكلام من نفس الموقع الحكومي كما تشاهدون زعمه لماذا سانى المحتوى لم يخبرك بهذا الشيء قال لك انت تستطيع وهو امامك الموقع والكثير من الكلام وكل هذا كذب حسنا ما زال لو نزلنا الى الاسفل سنجد هذه الرسالة يتم استخدام تصريح العمل الدوري من قبل ارباب العمل الذين يسعون لتوظيف الافراد غير المقيمين الذين سيقومون بزيارات متعددة الى برمودا على مدار فترة زمانية ولا تزيد مدة الاقامة عن 30 يوما لكل زيار يعني انت تستطيع تغيير تأشيرة السائح الى تأشيرة العمل لمدة 30 يوما فقط وبعد ذلك يقول لك غادر البلاد وما زال ايضا نفترض انك يمكنك العمل في هذه الجزيرة وتستطيع الاقامة فيها يعني كما يقولوا نفترض ان كلامهم صحيح وجمعت كل الاوراق وستذهب لوكالة الاسفار حتى تحجز تذكر الطيران حسنا نفترض انك من تونس سادخل على افضل وكالة اسفار في العالم والكل يعرفها قطر ايروايز ندخل الموقع الخاص بها على اساس اني ساسفر من تونس الى برمودا ساكتب من تونس الى برمودا واضغط هنا على البحر كما تشاهدون امامكم سم التذكرة 2160 دينار ساضغط على تفاصيل السفر كما تشاهدون امامكم يقول لك الرحلة ستكون من تونس الى الدوحة ومن الدوحة الى نيويورك ومن نيويورك الى برمودا السؤال هنا كيف سادخل نيويورك بدون فيزا هذا شيء مستحيل الكل يعرف ان الدخول لدول بريطانية يجب ان يكون بالفيزا بدون فيزا لا يمكنك يعني انت اذا اردت السفر الى برمودا يجب ان يكون معك فيزا سياحية حتى تتمكن من الهبوط في نيويورك لو انا عندي فيزا شنغن لماذا سأذهب الى جزيرة برمودا من اصله انت لو عندك فيزا شنغن تترك يعني فرنسا او هولندا والمانيا وتسافر لجزيرة صغيرة ولا تتوفر فيها العديد من مواطن الشغل حسنا نفترض اني من الجزائق ومسافر لبرمودا كما تشاهدون امامكم من الجزائق الى الدوحة من الدوحة الى بوستن ومن بوستن الى برمودا بوستن ايضا تابعة لبريطانيا وللدخول عليها يجب ان يكون معك فيزا انا من المغرب ومسافر لبرمودا من كازابلانكا الى الدوحة من الدوحة الى بوستن ايضا وبوستن بالفيزا انا من مصر ومسافر لبرمودا من مطار القاهرة الى الدوحة من الدوحة الى لوندرس ومن لوندرس الى برمودا لوندرس ايضا تابعة لبريطانيا وهكذا وهكذا وكل شيء امامكم لا تستطيع السفر الى برمودا الا بفيزا لانك ستنزل في مطارات بريطانيا ولن تجد سفر مباشر ابدا يعني لا يوجد طائرة من دولة عربية إلى جزيرة برمودا مباشرة يجب أن تنزل في إحدى مطارات بريطانيا وأتحدى أي شخص يخرج ويقول أنه تستطيعون السفر من أي دولة عربية لجزيرة برمودا بدون المرور في أوروبا يعني أنت مستوعب معي ناس تقدم في محتوى مظلل وكذب فقد تلحصول على الميل من اليوتيوب لكن لا يهم فيك أو في أي شخص في الآخر هو رابح لكن المشاهد من سيخسر ميله ووقته توصلني رسائل على الانستغرام بالرسمي ناس تحب تخرج من أفريقيا وتبحث عن أي شيء يوصلها لأوروبا فتجد مثل هذه الفيديوات وتصدقها وبعد ذلك تجد نفسك وقعت في تحايل من سنيع المحتوية رسالتي لكم إذا تريد السفر يمكنه والله تنجم لكن تأكد دائما من صحة المعلومات لا تصدق أحد فيهم تأكد بنفسك رسالة إلى هذه الناس إن الله يحب أن إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أريد هذا الكلام أن يصل لهذه الناس ولأكبر عدد ممكن من المشاهدين حتى لا يقع الكثير في هذه المغلطات أعمل مشاركة للفيديو أعمل جيم لأعلم المهم وصلوا هذا الكلام لأكبر عدد من الناس لأن لو حاجزوا التذكر لن يستطيعوا السفر لهذه الجزيرة إطلاق إلا بفيزا وبالتالي سيخسروا الكثير من الميل أتمنى لكم التوفيق جميع